بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم كاندي والحلاوة والحلاوة التقديم ولا معرفة إش اسمها المهم نقدمها مع الشاي والقهوة حلويات كذا سهلة وبسيطة بالفسق وباللوز مغذية وصحية وعملها مرة سهل مغذية يعني لأن فيها لوز وفيها فسق صحيين دي يعني المكسرات صحية طبعا كان عندي ضيوف جايين من السعودية وبعدين حيسافرون وبعدين جوضي ودعونهم من تركيا يعني لازم نعمل الشي جبت شي جاهز وشي هذا عملتوا في البيت مرة مرة عجبهم الأتراك نخبلوا عليه الأتراك والعرب مرة نخبلوا عليه لذيذ وسهل وطعم وجنن هذا أول ضيفة جات قدمنا لها قهوة تركية هنا أول شي قدموا لقهوة تركية تصبيرها لما يجون البقية كلهم مع بعض بعدين الأكل يكون على الطاولة سواء حلاء أو مالح وغداء أو عشاء ونقعد على الطاولة نسولف ونتكلم وناكل شوي شوي على مهلنا طول السحرة يعني بصراحة عملهم ممتع إيش أسميهم هذا زي الرافيليو بس إنه يختلف شوية يعني أبسط ما في شوكولاتة الشوكولاتة تخلي شوي متماسك أكثر وهنا ما صبينا الشاي والحليب وفي ناس ما يشربون طبعا حليب بس شاي يعني عملت شوي يعني تاتش شاي إنجلش تي تايم إنجلش لأنهما جاوا متأخرين بعد المغرب فما إيش حنحط ما رح يتعشون ومو وقت شاي ووقت يعني شاي السناك يكون ثقيل شوي يشبع وهذا اللي ما يشرب حليب بس شاهي في ناس حليب وفي ناس قهوة المهم الوصحة مرة سهلة هذا بندق ني حطيته في الفرن وحرارة وسط لما صار أحمر من جوه ومن بره فنشة ملعقة تنشة وحليب حليب بودرة ولوز مطحوم بودرة جاهز وسكر وفانيلا وقلبة قشطة أو قلبة كريمة وزبدة هذا هي من هالأشياء هنعمل هالأشياء البسيطة عرفة ما فيها قشطة قشطة في الفسك نحط الآن الزبدة نحط كوب حليب الزبدة حوالي ثلاثين جرام بس على النار بدون مسيح نحط كوب حليب ونحط الفانيلا ونحط كوب طحين كوب حليب بودرة نقلبهم تمام نقلبهم تمام كوب حليب وكوب سكر وكوب حليب بودرة وثلاثين جرام زبدة نقلبهم تمام تمام لما يسخنون وزبدة نحنس ان السكر ذاب خلاص نحنس ان السكر ذاب خلاص نجيب ملعقة أكل نشا نذوبها بشوية موية شايفين النشا نخلطها وبعدين نحطها معاهم نقلبها على النار لما يسمك قوامهم يعني ما يسمك كثير شوية لسه هيتبخون مع جوز الهند النار جيل هذا هو نارجيل كوكونات ايش بعد جوز هند نحطه بالتدريج أنا كتابت أربع أكواب بس يمكن ياخذ أكثر يمكن ياخذ أقال حسب نوع جوز الهند حطيت هنا ثلاث أكواب نقلبوا طبعا على النار شايفين قاعد يغلي كل ما غلا كل ما شرب جوز الهند الحليب وصار طري وصار طعمه مرة حلوه نقلب على النار ونزيد شوية جوز الهند لما يحصل عندنا يعني قابل للتشكيل عجينة قابلة للتشكيل طبعا حطينا كيس فانيلا أو ملعتين صغار فانيلا ناخذ قطعة ما نشغل فيها إلا لما تبرد تمام تمام تبرد عشان تكون متماسكة نعملها كورة ونضغط عليها في الوسط ونحط حبة بندق ونقفلها شايفين نحط حبة بندق نقفلها وندحرجها بإيدنا كورة وبعدين ندحرجها بجوز الهند مبشور في الصحن الثاني نضغط عليها تمام من جميع الجهات يعني هي مرة سهلة التعامل معها ومرة سهلة ومرة بسيطة يعني إذا أحد يجيكم صدقوني النوعين الحالة ما ياخذون نص ساعة وبعدين يعني شايفين يعني كمية قليلة ما شاء الله عملت لنا كمية كبيرة الجيران كلهم أخذوا منها إيش هنعمل فيها أصلا هذه واحدة ثانية شايفين نضغط عليها في الوسط ونحط حبة بندق بندق محمص لازم تفحصونه قبل ما طعلونه من الفرن تشوفونه من جوه صار نفس اللون اللي من بره كذا ندحرجها بجوز الهند ونحطها وخلص ما يحتاج لا فرن ولا شيء بعدين عندي كور شوكولاتة غزيت فوق كل واحدة كورة شوكولاتة أو ممكن تحطوا مرة صغيرة ممكن تحطون اللي تحبون هذا هي مرة مرة سهلة خلوه تبرد شوي في الثلاجة تتماسك أكثر الحين الفسق هذا روح الفسق وصبغ أخضر وفسق مطحود وبسكوت ناعم وسكر وعلبة قشطة وفسق صحيح ما استخدمته بعدين ومعجون الفسق أو مربى الفسق نحط علبة قشطة نحط كوب كامل سكر مو بودرة سكر عادي هو هيدوب الحين نحطه الحين ملعقتين مليانين من معجون الفسق ونقلبهم تمام تمام نحاول ان السكر يدوب ثم يدوب لا يحتاج من خلاط أو شي بالملعقة ثم نقوم نقطح اذهب إلى الفسق أو أذهب إلى اللوز اذا لم Soon فهذا ليس لديه نحط الحين مليانين نقلب تمام تمام عشان لما نقع كل ما قلبنا كل ما السكر ذاب ويختلطون مع بعض تمام يصيرون زي الكريمة شايفين زي كده زي الكريمة الحين نحط الفستق المطحون هذا فستق ترى فرش مطحون يعني في السوق يبيعونه فرش مو يوم مو مخلوط وهذا لوز بودرة عفهم بسكوت مطحون ولوز بودرة اول شي فستق مطحون بسكوت مطحون اي نوع بسكوت سادة ولوز بودرة نخلطهم تمام تمام الحين اذا شفنا العزينة لزجة نحط شوي بسكوت شوي لوز شوي فستق لما نحصل على قوام نقدر نمسكه بيدنا يكون جامد شايفين حطت شوي بسكوت حطت شوي لوز مطحون يعني بصراحة ما قدر اقول لكم من مقادير كم ناخد قطعة من العزينة عندي لوز هنا صحيح كبير قشرناه سلقناه بموية وقشرناه بس نحط واحدة في الوسط لا تحمسونا اللوز خلوه ني مره مره كان طعمه حلو حسبوه كريمة جامدة وحسبوه جبن ترى لما اكلوه ما يعرفوه ان حبت لوزة اندي حرجو في الفسق المجروش نضغط عليه عشان يلصق وبس هذا هو نحطوه على جنب ونبروه بالثلاجة ونقدموه مع القهوة يقعد ترى في الفريزر شهر شهرين ما يجرى له الشي شايفين نضغط عليه كده عملوهم صغار حلوين شايفين نحط اللوزة ونقفلها ونحرجها بالفسق هذا مقطع جاهز نضغط عليه شوية يلصق ما في اسهل منهم لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعالوا إن شاء الله كل يوم في طبخات حلوة شايفين ما فتحناهم مرة لذيذين وسهلين وطعامهم مختلف هذا اللي حطينا فوقهم الكور شوكولاتة وقالف عافية علينا وعليكم تعملوا بالعافية كل يوم تعالوا أسناكم